تحليل موسيقي النغمي لأغنية مررتي بصدري للقيصر كاظم الساهر إذا أعجبكم محتوانا وشعرتم بالروح الفنية تتراقص بين الكلمات والألحان فلا تنسوا الاشتراك في قناتنا ليصلكم كل جديد ومميز في عالم الموسيقى وإن كنتم ترغبون في دعمنا أكثر فكونوا جزءا من عائلتنا من خلال ميزة الانضمام إلى قناتنا دعمكم هو الوقود الذي يدفعنا لتقديم الأفضل دائما ويساعدنا على استمرارية إنتاج المحتوى الذي يليق بذائقتكم الرفيعة شكرا لكم من القلب في عالم الألحان والكلمات يبرز القيصر كاظم الساهر كأحد أبرز الأعلام في سماء الفن العربي أغنية مرراتي بصدري تعد تحفة فنية تجمع بين روعة الكلمات وعمق الأداء وبساطة اللحن من خلال هذا التحليل سنغوص في أعماق النغمات والإيقاعات لنكشف عن الأسرار التي تختبئ خلف الكلمات والألحان ونستكشف كيف استطاع القيصر أن يحلق بنا في سماء الإحساس العذب مستخدما أدواته الموسيقية كريشة فنان ترسم لوحة سمعية خلابة فلنبدأ رحلتنا في تحليل هذه التحفة الفنية التي تعبر عن الحب والشوق بلغة النغم تحليل فني لأغنية مرراتي بصدري تعانق أغنية مرراتي بصدري الأفئدة بنغماتها العذبة وكلماتها النابضة بالحياة وهي تعبر عن الأغنية الأكثر رواجا بين الجماهير تقدم الشاعرة اليمنية جمانة جمال في أولى تجاربها مع القيصر كاظم الساهر قصيدة تنبض بالحيوية والعاطفة معلنة عن عهد جديد في مسيرة القيصر الفنية يتسم بالتجديد والتنوع تدور القصيدة حول ذكريات رجل تعود إلى ذهنه صورة حبيبته الغائبة مثيرة في نفسه جراح الشوق والحنين وتتميز القصيدة بصورها الشعرية القوية التي تجسد مشاعر البطل كاظم الساهر بحسه الفني الرفيع يلحن القصيدة من مقام الكرد ري مبرزا خصائصه العاطفية الغنية ومداه الواسع بين الأكتفين يركز كاظم في هذا العمل على الأداء العاطفي الصادق ويصل إلى ذروة التعبير في الجملة الختامية يا للغرور الذي في النساء نيشال فاضل بتوزيعه الفني الراقي يعطي الدور الرئيسي لآلة الكيلارينيت بسولو معبر يكرر في المقدمة والفواصل مضفيا نغمة حزينة تعانق الروح يحافظ على إيقاع المقسوم بإيقاعات حية تبرز أصوات الطبلة وتظهر الرقة بلطف بينما يضيف القانون لمسة طرابية تكمل العمل الفني هذا التحليل يبرز الإبداع الفني في الشعر والتلحين والتوزيع الموسيقي ويعطي للأغنية بعدا جديدا يثري تجربة الاستماع تتجلى مواهب استثنائية أضاءت سماء الإبداع الفني للشاعرة جمانة جمال صاحبة القلم الذي رسم بكلماته لوحة شعرية تنبض بالحياة نقدم لك الشكر العميق على هذه الكلمات التي اثرت الأغنية بعمقها وجمالها للقيصر كاظم الساهر الذي بصوته العذب وأدائه المتفرد أعطى القصيدة روحا وحياة نعبر عن امتناننا لك على هذا العطاء الفني الذي يلامس القلوب الميشيل فاضل الموزع الموسيقي الذي بمساته الفنية الرقيقة أضاف إلى الأغنية أبعادا جديدة من الإحساس والطرب نشكرك على هذا التوزيع البديع الذي أثر العمل وإلى كل الموسيقيين والفنيين الذين بمهاراتهم وجهودهم الدؤوبة ساهموا في صنع هذه التحفة الفنية نقول لكم إن مساهمتكم لا تقدر بثمن وهي اللبنة الأساسية في بناء هذا العمل الخالد نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في هذا العمل الفني المتميز ونقدر عاليا جهودكم التي أثمرت عن إبداع لا ينس وهكذا نختتم رحلتنا الفنية مع أغنية مرراتي بصدري التي أضاءت عالم الموسيقى بألحانها الساحرة وكلماتها العميقة نتوجه بالشكر العميق للشاعرة جمانة جمال والقيصر كاظم الساهر والموزع الموسيقي ميشيل فاضل وكل من ساهم في هذا العمل الفني الرائع لقد كانت مشاركتكم جميعا بمثابة النسيج الذي يكون تحفة فنية خالدة وإلى متابعين الأعزاء نقدم لكم جزيل الشكر على دعمكم وحضوركم الدائم وندعوكم للاستمرار في متابعة القناة ودعمها فبكم ومعكم نواصل رحلتنا في عالم الفن والإبداع دمتم بخير وعلى موعد مع المزيد من الأعمال الفنية التي تثري الروح وتلهم القلوب